من المفارقات العجيبة الغريبة اللي شفناها بجلسات إقرار الموازنة الأخيرة واللي مرة حقيقة تدعونا للتندر والسخرية ومرة تخلينا نشعر بالأسف البالغ للحالة اللي وصلنا لها فبالوقت اللي تم التصويت بيها على أكثر من ستين مادة كان المفروض النواب يصوتون على فقرة إشراك بعض أعضاء اللجنة المالية البرلمانية بمحو أمية لأنه لطريقة حجراض اللي قروا بيها الموازنة تخلينا نستغربوا شلون النواب دولة فازوا بعضوية مجلس النواب وهم تشكوا من البك ما يعرفوا باللغة العربية الشغلة الثانية اللي تفاجعنا بيها وانبهرنا منها بصراحة هي التصريحات المليانة حب ومليانة وطنية من قبل الحاج أبو آلاء الولائل اللي ما تعودنا نسمعها منا ولا تلوق لأصلا الحاج أبو آلاء الولائل اللي دائما يفتخر بولاء الاتجارة المسلمة ويعتبر نفسه جندي من جنودها هالمرة يوصينا ندير بالنا على العراق ويقول لنا أما العراق وأما الفناء وبالحقيقة ما ندري يا عراق يقصد العراق القول اللي مايركع إلى الله سبحانه وتعالى لو العراق اللي يشوفه هو وأمثاله حديقة خلفية وضيعة تابعة للجارة المسلمة بس أعتقد الثانية هي الأرجح والظهر الحجي داما رعبة كان يريد يقول أما إيران وأما الفناء بس هالمرة خطية خانا التعبير